رد فيها تجاه السمنة قد يكون بالانكار ان انا راضي صح؟ كاماريت سمنة هو انواع من انواع الهروب ان هو بيهرب من المشكلة لانه ما عندوش القدرة انه ياخد قرار بحله ممكن تكون الحلول معروض اقصاده بس هو ما عندوش الجراءة او ان حد يشجعه انه ممكن ياخد قرار ويعمل عملية يعني مرلن مثلا هي اصلا واخده قراريدي ثقافة جراحات السمنة لان فيه حد من من العيلة او بابايا عامل تحويل مسار عشان كان عندو سكر عامل معايا تحويل مسار من سنتين ونص وكان عندو سكر وبياخد قراص وكان داخل على محارة الانسولين وكان وزنه كبير كان مية حاجة وعشرين ونزل حاجة واربعين كيلو وحاجة خمسين كيلو والسكر اختفى فهي عندها حاجة زي الانيشيتر حاجة لا فيه استيمولاس عرفت ان اتشافت قصادها النتائج ففيه ناس كتير اه فهو جايد اه منتر انا شفت حالة قريبة من العيلة قريبة مني عملت نوع ده من العلاجات او الجراحات او الاساليب الطبية فنجحت بس وهي اريدي فكرة عمليات السمنة بالنسبة للناس لحد ما فيها نوع من انواع الالأ انا كويس اوزني 140 كيلو اه بس انا ايه لي خليني اخش اخذ تغدير ايه لي خليني اخش اعمل عملية مانا باكل وبشرب انا ما عنديش مرض عضوي يعقن دلوقتي بيبدأ يتحرك لما يبدأ يعاني قلب شرايين حركة لو تبدأ تعقو عن الحياة فيبدأ يفكر انما لما يبقى قصاده مسأل حي عمل حاجة فيبقى عمل زي الاستمرس خلاص الريدي هي بدأت تبقى مقتنع فهي عندها الثقافة دي وعشان كده هي ما استنيتش لما يوصل وزنها يبقى كبير عشان تبدأ تفكر في عملية وان حتى الدخول في عمليات زي التكميم او تحويل المسار ما بقاش دلوقتي المعايير بتاعته للأوزان الكبيرة قوي لان فيه أوزان من 80 كيلو لمية ومية وعشرة ما بيبقوش عندهم القدرة ان هم يعملوا رجيم ما هو وما يقدر الله نفسا الا وسعها وانا مش قادر اعمل رجيم وبزيد ما يكلف الله نفسا ما يكلف الله نفسا الا وسعها يعني انا مش قادر اعمل رجيم انا عم عنديش القدرة ان اقدر استمر ان انا ابطل اكل وان انا مارس رياضة وان انا اغير البراكتس بتاعتي في الحياة عشان اخس عشان صحتي فانا محتاج مفتاح انا محتاج حاجة تساعدني حاجة تساعدني ايه فيه تكميمه فيه تحويل ما صار وهم برضو زي ما احنا كنا بنقول قبل كده هو مش الحل السحر ان احنا هنعمل عملية لأ دي منظومة كبيرة انا عايز اروح